مازلنا مع أصحاب السعادة أصحاب السعادة اللي هم شركاء الحياة الزوج والزوجة ومازلنا ماشيين معاهم هذه الرحلة المباركة بدأنا لإن إحنا دايماً بنقول إن الحب بوابة كبيرة جداً ببوابة السعادة فاتكلمنا في الحلقات الماضية عن الحب بس كمان لازم نتكلم إن إحنا لازم نبتدي من الأول لازم نرجع خطوة لإن إحنا عشان نعيش في سعادة في الحياة الزوجية لازم نهتم قوي باختيار شريك الحياة بما إننا محتاجين إن إحنا نهتم باختيار شريك الحياة مش هيحسن اختيارنا مش هيكون الاختيار مليء بالأنوار إلا إذا كنا مع النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم وعن نبتدي الحكاية مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم روى سيدنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاذفر بذات الدين تري بات يدك أول حاجة الناس فهمة إن الحديث ده بيتكلم على إنه هو بأمرنا إن إحنا نتزوج بذات الدين بس يعني ما ينفعش نتجوز وإحنا في عينينا ولا عندنا معيار يتعلق بالمال ولا معيار يتعلق بالجمال ولا معيار يتعلق بالحسب لازم فقط إن إحنا نتجوز عشان الدين فقط وسعاد بنشبك المسألة عشان نعقدها أكتر نشبكها مع حديث ماذا؟ إذا جاءكم وانترضون دينه وخلقه فزوجوه فإلا تفعله تكون فتنة إذن هنا الناس فهمة إن إحنا نتجوز بمعيار الدين بس الحقيقة لا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم لنا أربع مجالات نهتم بيها وإحنا بنبص على شريك الحياة أول مجال المال ومعنى الكلام في الحديث عن المال حاجتين لازم نبقى متقاربين في الملك والكسب الحديث كده هيقول لنا عشر مجالات لازم نبص فيهم وإحنا بنتعامل مع شريك الحياة وبعد كده هنبص العشر مجالات دول هيطلعونا مع إيه هي المعايير يبقى أول حاجة لمالها ولماله لاتنين يعني إيه لماله هو لازم نكون قريبين وهو دات المعايير بقى إن حضرت النبي بيقول لنا كل ما كنتم قريبين في المجالات الأربعة دول كل ما كان ده أفضل لكم اللي هو المفهوم اللي أسس عليه الفقاء مسألة ماذا؟ الكفاءة إن الناس تكون قريبين يبقى المال فيه عنصرين العنصرين هم الملك هو إيه قدي إيه بنملك وإحنا إيه نوع الكسب اللي عندنا بنكتأ قدرين نكتسب ولا لا ده بيكون في الرجل وفي المرأة الجمال والجمال بيطلع لنا ثلاث حاجات الشكل اللي هو المظهر والذوق والذوق كمان ده ليه دخل في الجمال لأن في بعض الأحيين بعض الناس الألوانات اللي بيلبسها الإنسان أو طريقة المشية أو طريقة كذا مش مناسبة لذوق بعضنا وبيعتبرها أن دي بيئة ما تنفعليش والحياة التانية الحياة التالتة الاتزان يبقى كده بيئة خمسة يبقى في المال الكسب والملك وفي الجمال فيه ثلاث حاجات الشكل اللي هو الجسد والذوق والاتزان أما في الحسب بقى ففي الحسب فيه أمرين الأمر الأولاني السمعة فيه ثلاث أمور السمعة والسكن والتعليم سمعة الأسرة شكلها إيه وسمعة البنت شكلها إيه وسمعة الرجل ده شكله إيه وسمعة أسرته شكلها إيه والسكن هم سكنين فيه لأن السكن ده بيتحلن بعض قسمات الشخصية والتعليم إيه نوع التعليم اللي تعلمه فيه ناس كتير مستويات التعليم بتختلف فبيبقى بينهم فارق إنساني ما بيقدروش يعيشوا من خلاله آخر حاجة ذكرها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين والدين حاكتين نحن كده بقينا تمانية الدين حاكتين الدين بمعنى الأخلاق والدين بمعنى نمط التدين فيه ناس نمط تدينه مختلفين فيه حد نمط تدينه فيه محافظة وفيه شدة وفيه واحد نمط تدينه مبني على الحب ومبني على الإقبال ومبني على محبة الحياة والتاني تدينه مبني على البعد من الحياة والخوف منها يبقى كده حضرت النبي حطلنا عشر مجالات للتقييم عشان نقدر من حديث ماذا؟ احنا وبنتكلم تنكح المرأة لأربع وكذلك نختار الرجل لأربع فالأربعة دولة طلعونا عشر مجالات تعالوا نشوف بقى إزاي بقى العشر مجالات دي هيطلعونا هيطلعونا ايه؟ معايير أول حاجة الاخترار لازم يبدأ بحاجة مهمة قوي احنا لازم لما نيجي نختار نرب أوليادنا على الاختيار من أم وصغيرين عشان نقدر نربيهم تربية صحيحة فبداية تربية الطفل تربية جيدة على تفعيل حاجة مهمة جدا القيم وحسن الاختيار ومن الأشياء اللي ممكن تأثر في الاختيار ابتزاز الأهل العاطفي فتيجي تخلي الولد ما يعرفش يختار تقول له مش هتخلك بيت لو جوزت دي لو ما تجوزتش بنت خلتك يبقى أنت لابني ولا عرفك فيحصل ابتزاز عاطفي فيؤثر ده على الاختيار وما يصحش ان احنا نعمل كده لكن فيه شخصيات ما نختارهاش فيه عدد من الأنماط الشخصيات كده نتجنب اختياره زي الشخص الشكاك ولا الشخص كمان اللي هو مدمن الشهوة اللي هو كثير علاقات ولا الشخص اللي هو حاسس بالسودوية كل دي أنماط شخصيات ما نختارهاش ابتداء لكن لو حبينا نحط بقى معايير للاختيار فاحنا عندنا شوية معايير المعايير الأول هو معايير الشكلي لما يجي اختار خلاص بقى هناخد من العشر مجالات اللي لهنا حضرت النبي خمس معايير معايير الأول معايير الشكل وده معايير مهمة لازم ناخده في الاعتبار لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلقهم عشان يسعده وعشان كده الشخص لما ييجي تجاوز حد لازم يكون عنده رضا بشكله ليه المعايير معايير الرضا بالشكل ده معايير مهم لإني الله سبحانه وتعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يبقى هي إيه اللي حاصل هي إذا نظر إليها سرات وهي كمان تختار واحد إذا نظرت إليه وسرها مش هو بس الكلام ده لكن هما لذنين لازم يبقوا كده يبقى احنا لازم نفعل المعايير الشكل هو محدش يستحي هو محدش يقول إن المعايير ده مش مهم لإن المعايير ده هو اللي بيخليني أستقبل كثير من حالات الخيانة الزوجية أو حالات النكد أو حالات عدم الرضا بيبقى هو مش قادر يقول لي إن أنا مش راضي عن شكلها بس هو باين إنه هو مش راضي عن شكلها وباين إنه هي مش راضي عن شكل ما هو بقى بكرش أنا ياسف يعني فبقى شكله مش عجبها مش هو سورة الهيرو اللي في عينها فالمعايير الشكلي معايير مهم المعايير التاني المعايير الأخلاقي والنفسي فالمعايير العاطفي يدخل تحت المعايير النفسي إن فيه قبول ولا لا هي لما شافته دمه خفيف على قلبها ولا لا هو لما شافها حسب إنه هو منجذب إليها ولا لا ده جزء مهم جدا جدا في الاختيار ولذلك يا سادة تعالوا نبطل نغصب على أحبابنا سواء على أولادنا بنات أو أولاد إنهم يتجوزوا حد ما عندهمش قبول لي وباعتبار أن الجواز أكبر مدة عمرية في حياتنا في حياة الإنسان عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لنا معايير للأخلاق في مسألة زي ما عمل لنا معايير في مسألة الجواز فحطنا معايير مهمة جدا جدا في الجواز فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة الجواز دي مسألة في غاية الأهمية فوضع من لنا معايير الجمال ومعايير المال ومعايير الحسب والدين يبقى خلصنا دلوقتي معيارين مهمين المعيار الشكلي والمعيار النفسي تعالوا بقى إلى المعيار الأسري والبيئي وهنا أنا عايز أتكلم شوية عن مسألة المستوى الاجتماعي وده اتكلم عليه الفقهاء في مفهوم اسمه مفهوم الكفاءة فمسألة وجود التوافق والتقارب والتناسب في مسألة مهمة جدا جدا لاستمرارية الحياة ومحدش يستهين بدا أنا شفت ياما أن التباين في المستوى الأخلاقي بيكون للأسف سبب من مسببات الطلاق أو سبب من مسببات التكسير هو تجاوز واحدة مستوى الاجتماعي أعلى منه فبتدت تكسره أو حتى لو تاخد حد أعلى منك في المستوى الاجتماعي فلازم تكون عارف التحديات بتاعتك تحديات المستوى الاجتماعي أنه واحتمال كبير جدا أن طريقة الأداء ممكن تحسسك أن الشخص التاني بيصغارك فأنت لازم تعرف أنه ممكن يكون ده طريقة تعبيره فلازم نبقى متفقين على شوية حاجات عشان نتجنب هذه الايه؟ هذه التحديات المعيار بعد كده مهيار المهني والتعليم اللي هو المعيار المتعلق بمهنته في السوق ايه؟ ومعيار التعليم لأن في بعض الشهادات الناس بتتنظر لها على أن هي شهادات بتخلي الشخص في مكانها أكبر والمعيارين دول في غاية الأهمية فمثلا فيه تحدي كبير للي بيعمل أعمال حرة وهذا التحدي هو لازم يلتفت إليه لأنه عنده تقلبات كثيرة في عمله وخاصة في الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها دي فلازم لما الناس تتجوز حد عنده عمل حر لازم يكون عارفين هذا التحدي المعيار الأخير هو المعيار الفكري أنا آه الحلقة دسمة وممكن نفردها تاني ونتكلم عنها مرة تانية ومحتاجة ورق أو ألم آه محتاجة ورق أو ألم لأن احنا بنتكلم على حاجة مهمة في حياتنا بنتكلم عن أكبر مدة في حياتنا كلها المعيار الأخير هو المعيار الفكري هنا بقى المعيار ده خاص بمجالات التفكير اللي بيتفكر فيها شركة الحياة زي أمنياته واهتماماته وغاياته ورسالته اللي هو شايفها في الحياة وده بيكشف عن نمط تفكيره زي مثلا التفكير المحافظ أو المنفتح دي حاجات كتيرة بتحصل كده إزاي بقى أن نرجح اختيار شركة الحياة حاجة مهمة قوي عايز ترجح تختار ده أو ما تختروش لازم تبص على نمط حياته اللي عايشها ده هيخليك ترجح أو ما ترجحش فمثلا شخص بيحب إنه يعيش حياة مليئة بالإيجابية والفعيلية اللي هم يسموه شخص انتراكتف شخص فعال شخص سايبر فلو فيه شخص عنده نقص في الجانب ده هيخليه شخص عالي مخاطر يعني إيه لو تتجاوز واحد شخص بيتوتي ما بيحبش الحركة الكتير هو عايز يعيش على قد ده ما عندهش طموحات كتيرة ويقتصر بس على الأعمال البسيطة في الحياة فإذا تزوج من امرأة عندها أهداف وطموحات وامرأة مستقلة هيبع عندهم مشكلات ضخمة فلابد إن هم يكونوا مركزين في ده لا مش بقول إنه مستحيل إن دول يتجاوزوا بس هم لازم يعرفوا إنه فيه تهديدات تقابلهم إنه فيه واحد عايز يجري والتاني راجع عنه بثلاث خطوات فالمسافة دي فيه فجوة فجوة حياتية ولذلك ده بيأثر تأثير سلبي ولذلك بقى فيه حاجة كمان بتأثر تأثير سلبي فكريل لما تكلمنا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه فيه ناس فاهمين إذا جاءكم من ترضون دينه مش ردين شكل مش ردين حسب مش ردين نسب بدلا هو متدين بقى خلاص لازم تقبلوه غصبا عنك لا الكلام ده مش صحيح يا سادة الست قالت لرسول الله صلى الله لما جدت تطلق منه قالت له يا رسول الله إنه لا أنكروا عليه خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر بعد الإيمان فقال أتردين علي حديقة فرسول الله طلقها فتعلمنا إن معيار إن فيه معايير أخرى للاختيار وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش ده إحنا عندنا إن بنحرص على الشيء المبني أكتر من بنحرص في الشيء الذي يبدأ فده معناه إيه إن رسول الله بينبه وبيأكد على المعايير الأخرى غير القضية الدينية في مسألة الجواز وإلا الناس بتمل بعضها ليه عشان الناس مش متدينين فيه واحد متدين واحدة متدينة بس مش قادرين يعيشوا مع بعض نمط التدين مختلف أو ما عندهمش تواصل وعشان كده لازم نركز في المعايير قوي زي مثل نعمل إيه لو تقدم لنا عريس متعدد العلاقات النسائية أي ده مشكلة لو كان بيجهر بالسوق ده توعمل نفسه باد بوي أنا بقول لكم لازم بناتنا ونتكلم مع أولادنا ويحصل لهم تأهيل في المقبلين على الزواج بلاش حكاية إن واحد يدخل واحدة تدخل نفسها إن هي تتجاوز الباد بوي ولا يتجاوز واحدة الناس بتجري وراها وهي بتستجيب لناس كتير الحياة دي لازم نوقف عندها وقفة مهمة ليه؟ عشان الشخص ده عنده إحساس بنشوة الجهر بالمعصية والشخص ده ما بيستحيش فهيخلي حياتها طول الوقت ألأ ووجع وعلى فكرة كونه بيتكلم عن علاقاته ده مش معناها إنه هو شخص شفاف لا ده شخص مستهين بالمعصية طيب حاجة تانية نعمل إيه؟ أنا دلوقتي بضرب أمثلة للمسألة الإيه؟ مسألة إزاي نختار وأنا أمنيتي وأنا سعيد جدا جدا بتعليقاتكم عشان إحنا ممكن نعمل حلقة بس أفتح فيها تعليقاتكم بس ونتكلم عليها من ناحية الشرعية ومن ناحية الاجتماعية ومن ناحية النفسية نعمل إيه كمان في فرق السن فرق السن الكبير بين العريس وعروسة بين الزوج والزوجة سواء هو اللي كان أكبر ولا هي كانت أكبر لو رجل أكبر بالفرق ما ينفعش يكون أكبر من عشر سنين لأن داوة هيعمل إيه؟ هيعمل فجوة جيلية هتبقى هي من جيل وهو من جيل هلأ أنا بقول إن دا حرام؟ لا يمكن بقول لكم إن داوة ليس هو الأفضل وليس هو الأفضل يعني إيه؟ يعني من خلال التجربة بل الإنسان على نفسية بصيرة لا دا مش مناسب خالص مش مناسب ليه؟ هيبقى هي لسه بتطمح في حياتها ولسه عايزة تتكلم وهو بيقل كلامه وبتقل حركته وبيبقى زي الشخص اللي بيهضع فلوسه كده في السندات مش مستحمل الحاجات عالية المخاطر وهي حياتها قدامها هو هي لما بتتكلم بيحس إن كلامها هتافي فالمسألة مهم جداً إن احنا نلتفت لهذه التفصيل حد الأدنى للفارق سبعة تمانية وعارفين إن فيه سبعة تمانية دا فيتها حديات برضه لأن فيه ناس لما بيكبروا السن دا بيحتبرها طفلة وهو دايماً مبقاش تقوله هو مش شايفني إنسانة كاملة مش شايفني امرأة كاملة فما بيسمعش كلامي يقول لي ما بيكبروا كلامها هتافي كلامها هتافي أنا مش مش قادر أفهم يا إيه الكلام دا مش قادر تحس باللي إحنا فيه تندق شوية طب بالنسبة لو كانت المرأة هي أكبر سبعة أو تمانية أو حتى عشر في الغالب كبر المرأة عندنا لأن المرأة بتندق عقلها بيندق بسرعة بسبب الأعمال الكتير اللي بتعملها في حياتها بيبقى فيه تحدي أكبر ويكون الإنسان اللي هيتجوز لازم يعرف إن فيه خلافات بينه ما تكون على مين القائد ومين المعيار أنا قلت كده ليه؟ لأن في الغالب الأم في الغالب الزوجة اللي بتبقى سنها أكبر سهل كده إنه يسري إليها إنه تتحول إلى الزوجة الأم فالزوجة هيبتدي بقى فيه صراع؟ إيه الصراع؟ الصراع إنه هو هو مين اللي هيقود البيت؟ مين الهيرو؟ مين رجل البيت؟ لا ده هي نطجة وكبيرة وهو بتتعامل معه على إنه هو لازم تفهمه اللي بتحاجي عليه بتخاف عليه أقع في الغلط فدايما بتتعامل معه بالأوامر فهو يقول أنا مش قادر يا ما جات لي حالات زي كده في الإرشاد الزواجي يبقى لازم نعرف إنه فيه مخاطر هنا طب يعني إيه؟ يعني ما فيش حد لو فيه فرق بينهم في السن ما يتجوزوش يلا يتجوزو بس يخلي بالهم ما يبقاش الفرق إيه؟ يعني ستة شرسانتين بالكتير تلاتة بالكتير ده يخلينا في منطقة دافئة شوية أكتر من كده إحنا في عندنا تحدي طب هل ينفع؟ يتجوز شخص عرفنا عن طريق السوشيال ميديا أنا بقول لكم التحديات اللي عندنا دلوقتي اللي أنا ما بكلمكم الناس اللي جايين عن طريق السوشيال ميديا عندهم إشكالية إيه الإشكالية؟ إن الإشكالية إن الرجل وهو على السوشيال ميديا أو الساتة اللي عنده على السوشيال ميديا بيعيشه دايماً بشخصية افتراضية وفيه مرة كده عنتكلم في جليس الشخصية الافتراضية ده عنتكلم ونتوسع في الشخصية الافتراضية بتكون التوقعات عالية لأن كل واحد فينا في الشخصية الافتراضية دايماً صاحب حكمة وبيقول الكلام الحلو ويعمل ويشاير الحاجات اللي بتخليه الناس كلها تشوفه جميل فالتوقعات بتبقى عالية وعشان كده لازم نرجع خطوة للخلف ونعمل ستارت ونبتدي نشوف الشخص كأننا معرفوش خالص يعني كل اللي شفته عنه في السوشال ميديا أمحي كأنني معرفوش يبقى إذن لابد إن احنا نلتفت إلى كل ده الخلاصة يا سادة إن كل اللي قلناه من الإجراءات دي مهم جداً في اختيار شركة الحياة احنا محتاجين نركز وأقول لكم حاجة ليس بالإعجاب يتم الجواز وليس بالميل العاطفي نكتفي فقط في اختيار شركة الحياة محتاجين وراء وقلم؟ آه محتاجين وراء وقلم محتاجين تفكير؟ آه وأرجوكم في حاجة مهمة وإحنا بنختار شركة الحياة إيه وعتختار شركة الحياة بناء على إنه هو في عكس الأمرات وعكس السمات والخصائص اللي كانت في الإكس بتاعك يعني ما تختارش شركة الحياة عشان هو عكس الشخص اللي أنت كنت مرتبط بيه الخطيب السابق أو الخطيبة السابقة ده مدمر الحياة وبيخلي الإنسان في الحقيقة عبارة عن رد فعل فيكون اختياره في الحقيقة اختيار الهارب مش اختيار الطالب لازم وأنت بتختار تختار وأنت طالب ماذا؟ طالب السعادة وتعلم أن السعادة نعم ممكنة وأن الاختيارات محفوظة بعين الله سبحانه وتعالى اعملوا المعايير واختاروا وإن شاء الله سبحانه وتعالى معاكم إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا هنتكلم مرة في حلقة تانية عن تفاصيل تتعلق باختيار شريك الحياة ولكن لابد أن نبدأ معا أن الاختيار هو مفتاحه الأنوار للبصائر و لإكمال المشوار مع شريك حياة منور بأنوار الله سبحانه وتعالى ومقبل على الله سبحانه وتعالى